في البداية شرح بسيط كده للذاكرة السمعية والبصرية وأيهما أفضل كمان بالنسبة للطلب هما الزاكرة السمعية بتعتمد على السمع زي سمع المحاضرات وسمع الحاجات يعني الحاجات كل اللي بتسمعوا والذاكرة البصرية اللي بتعتمد على الرؤية أن أنا أقرأ حاجة أشوفها على بورد الحاجات اللي هي أنا شايفاها بأين وفيه زاكرة بقى اللي هي الحسية اللي هي الحاجات اللي إيه بجمع فيها الحاجات اللي فيها سينستيف قوي فيها حسة قوي دي ذاكرة حسية. بس الدين طالما ما بيحتاجهاش قوي قد الزاكرة البصرية والسماعية. الزاكرة السماعية أفضل بالنسبة لتجميع أكبر عدد أو قدر ممكن من المعلومات. السماعية أفضل. البصرية بتحتاج مختصر قوي. يعني عينك تأخذ الحاجات المختصرة أفضل. فالزاكرة السماعية أفضل في الدراسة عن البصرية لأنها بتاخد معلومات أكبر أو بتحتفظ بمعلومات أكبر. طيب دكتورة في بعض أولياء الأمور ما بيبقاش عندهم وعي قوي بتحديد زي ما حدرت كلمتي نوع الذاكرة. يعني هو مثلا الأب والأم متخيلين أنا وأنا بذاكر. لازم أكون أنا كنت بذاكر بالكتابة. بحفظ بالكتابة. فأنت لما بلاولدهم مثلا بيقرأ ماسك الكتاب وبيقرأ حتى ومشغل مثلا حاجة موسيقى مشغل حاجة. ما بيختنعش اللي بيذاكر. في أولياء أمور تانين شايفين إنه ما فيش حاجة اسمها كده لازم تطاعد تمسك الكتاب وتطاعد تقرأ. ما فيش حاجة اسمها أنت تسمع محاضرة أو تسمع أو تقرأ عن الموضوع اللي أنت بتذاكره. مع أن الطالب بيكون هذه الطريقة فعن اللي بيقدر يستوعب بها أكبر ويقدر يجمع معلومات أكتر ويفهم مش يحفظ. إزاي أولياء الأمور يقدروا ويحددوا نوع الذاكرة اللي عند أولادهم. وأهمية دقي أصلا. أولياء الأمور المهم عندهم أن أولادهم يستوعبوا أو يتطلعوا أكبر قدر من المعلومات. دي اللي بتهمهم. ومعندوش مشكلة بقى هو بياخدها إزاي أو بيتجمع المعلومات دي بأي شكل. هو المهم أن أنت تذاكره وخلاص. فعنده لو فضل ماسك الكتاب حتى لو جمع معلومات قليلة. بس هو ماسك الكتاب وجمع معلوماته. خلاص. أنا مش فرقة معايا إزا كان هيحفظها. إزا كان هيستفيد منها بعد كده أو أو أو. فأنا بقول للأهالي الموضوع اختلف عن أيامنا. إزاي؟ كل حاجة يعني سي مثلا أنا هتكلم حاجة في العلوم. بقت المعلومات موجودة على الإنترنت. مش شرط في الكتاب. يعني ممكن ياخدها من مكان موصوق فيه. وألطف شوية في توصيل المعلومة. فهي عنده الزاكرة السمعية تبقى أقوى. فيسمع أكتر. فهيستفيد أكتر. مش شرط أنه يبقى ماسك الكتاب بيبقى هو بيزاكر. ممكن يسمع وياخد المعلومة من الكتاب الجزئية اللي تخص الجزء اللي سمعه بشكل هو فهمه. أفضل من أنه يفضل ماسك الكتاب طول اليوم ومعملش بي حاجة. فيه ولاد ما بتعرفش تحفظها لا بالكتابة. وأنا بالنسبة لي طريقة حفظ الكتابة ما هيختلفش عليها اتنين. لأنها مرتبطة بإني ممكن بقرأ بصوت عالي وبكتب. فأنا شغلت عندي حستين. حست السمع وحست البصر. أنا سمع نفسي. وبتنم مع بعض. وكمان الكتابة بتخليني أحس دخلت معايا الزاكرة الحسية أن أنا بحس بكل كلمة أنا بكتب. فخلاص هي تحفظت بكل الأشكال. صعب أنها تروح. النقطة التانية للأهالي لازم تعيها تماما يخلوا ولادهم يعملوا ملخصات. والولد أو البنت يعملها بنفسه. الملخص بيوفر عليه وقت كبير جدا ليلة الامتحان. وبيخليه يعني ياخد باله من معلومات التفاصيل. يعني في عندك معلومات بتبقى مفصلة في النص كده أنا ما باخدش بالي منها لإني بكرأ وخلاص. لكن لو أنا التزمت بإني بعمل ملخص عشان هحتاجه ليلة الامتحان. مش هرجع بقى للكتاب الأساسي. فخلاص أنا باخد بالي من كل سطر عشان أخد منه الكلمتين اللي أنا لعيزة. صحيح وطريقة الكتابة كمان لما يكون مختلفة عن كتابة الكتب اللي هي الموحدة مكتوبة كمبيوتر طريقة الكتابة بالإيد حتى لو غلطت وشطبت ورجعت كتبت كلمة تانية. دي حاجة ممكن تخليني أفتكر. الصوت رده كان بيتكلم عن إيه؟ هو الأصح علميا الرسم. يعني لو علمتها برسمة معينة. لو حاجة ممكن تترسم. دي بتتحفظ بنسبة 100%. أو حتى تقسيم المعلومات. يعني أحيانا في ناس مثلا في الملخصات بقى المعلومات مكتوبة في الكتاب. مثلا لو في معلومة معينة لها أكتر من نقطة. في ناس بتعملها برسم بياني كده بشكل مبسط. نسمع طريقة الشجرة. إنه هو يعمل شجرة متفرعة كل حاجة لها. فبيفتكرها برضو. هو شغل عنده كل الحواس. ويريد اللي بيحفظ يحفظ بصوت عالي. يسمع نفسه. وهو بيكتب. ولو بيعمل الملخص ده. هو هيرتبط بنفس الشكل. فيه ناس بقى بتعمل حركة تانية. إنه لو عنده المعلومات كتير قوي ومنخبطة. بتعمل حركة غلط. إنه يذاكر شوية. ويقوم يعمل حاجة تانية. تاخد من تركيزه. ويرجع تاني يذاكر. كده فقط 80% من المعلومات اللي خدأ قبل الحاجة. نحن نفصل شوية عشان نرجع تاني. يفصل بحاجة ما فيهاش لمعلومات. ولا فيها تركيز ولا فيها حاجة. ممكن يقوم يجري في مكانه. ويجري على الجراية. يتمشى شوية. ما ياخدش حاجة فيها تركيز. يلعب بيضا ما فيهاش مشكلة. وياخد شوية مثلا 30 دقيقة. لا يذكرهم. ما ياخد 25 دقيقة و5 دقيقة راحة. لو ما بيعرفش يعمل كده. ممكن ساعة وياخد 10 أو 15 دقيقة راحة. بلاش الشوية اللي هياخدهم. يعمل فيهم حاجة فيها تركيز قوي. ممكن يسترخي يغمض عينيه. يستحسن قبل ما ينام وقت القيلولة أو بالليل. لأن أما يتريح المخ وهو لسه تواخد معلومة. بيفضل المخ يعيد ويكرر المعلومة. آخر معلومة واخدها قبل الاسترخاء. فلقوا الناس اللي بيسترخوا بعد معلومات قوية أو كتير أخدوها. بياخدوا بنسبة 80% من المعلومات اللي ذاكروها قبل الاسترخاء. الدراسة التانية اللي اتعاملت مع الناس عملت حاجة عايزة تركيز قوي. بعد ما زاكر شوية لقواهم خدوا 10% بس. فالجاب كبيرة. فانت خلاص بنوي تزاكر. فبلاش أضيع التعب الساعة أو نصف الساعة اللي أنا زاكرتها. أسترخي أغمض عيني. أعمل أي حاجة بحيث أن أنا أكون قاعد هادي. أشرب حاجة وأنا قاعد ساكت. بحيث أن المعلومات أنا باعتبارها زي ساعة الرمل. القلبها وتسيبها تنزل لغاية للآخر. لو فضلت تخض في ساعة الرمل دي ما هتطيع المعلومات. هي بالزبط أنا حاسة المعلومة شكلها كده.